شكرا لك فوضيل على هذا التدخل لعب اخر كنت تحدثت عليه انت امين عودية كيفان دي برويل رغم انه قدم المطلوب الى انه بما مكانش كافي وانا لعب اخر من جالب منتخب بلجيكا اثار انتباهي اليوم هو اونانا متوسط ميدان نادي ايفارتون الانجليزي والذي يطلب فيه اليوم النادي ايفارتون يريد 65 مليون اورو هذه تشكيلة منتخب بلجيكا 65 مليون اورو من اجل تسريحه كان المهاجم مدرب تاديسكو هكذا مدرب منتخب بلجيكا تاديسكو نعم تاديسكو مدرب ايطالي مدرب سابق نادي لايفزيك كان اخرج جامان قالا واقحم باكايوكو وبقى تقريبا داغط طيلة المباراة حتى انه باكايوكو اللاحت لها فرصة خرجها لعب منتخب السلوفاك فوق الخط تقريبا تغييرات تاديسكو هل اتت ب هل اتت بنفس جديد لمنتخب بلجيكا من انه دار لقمان مثل ما يقال بقيت على حالها خاصة وانه المنتخب السلوفيني مثل ما تحدثنا انا وياك لما كنا نشوف المباراة قلنا بانه تقريبا 85 مازالوا يضغط وبقى يحاول انه يضغط ويمنع لارونونسا بروبرا للمنتخب البلجيكو صحيح انه المنتخب السلوفاكي يضغط عاليا وهذا اطار الاستغراب نوع المعنى استغربت في بداية اللقاء قلت ممكن لدي تعليمات مدرب هل سؤال الذي يطرح نفسه هل المدرب باستطاعته اكمال المباراة بتلك الطريقة عندما كملها بتلك الطريقة وهذا راجع الى ربما انه ايطالي هذا يدل ان المنتخب السلوفاكي اشتغل كثيرا قبل اليورو سواء من حالة البدنية وحتى التاكتيكية ما لاحظته في مباراة اليوم هذا لا يمنع بان المنتخب السلوفاكي كان فيه اخطاء لماذا كان فيه اخطاء لانه كم من مرة في عمق الملعب لو كاكو يخرج وجه لوجه في المناسبتين لو سجل الهدفين حتكون مباراة اخرى ربما لو سجل المنتخب البلجيكي هدف الاول او حتى لما تسجل المنتخب السلوفاكي لو كاكو كانت له فرصة انك وجه لي وجه باش يعدل كنا راح نشوف منتخب بلجيكي لما تكون عنده اتقاء لانك لو انت مدجج باللعبين السوبر وبالنجوم مثل ما تفضل الاخ ولم تسجل هدف حتى وتكون منتخب بلجيكي بهذه الارمضة من اللاعبين ليس بامكانك لما تكون اتقاء منعدمة ليس بامكانك اعطاء الوجه المنتظر فليادنا شهدنا انه المنتخب بلجيكي اريد فقط اضافة نقطة اخرى انه في المستوى العلي وما شهدته في هذا اليورو الى حد الان عملية الفرق التي ليس لها الامكانية جودة لعبين او الامكانية البشرية داخل مستوى الاخضر وجل اللاعبين اجل المدربين سواء المنتخب الروماني المنتخب الالباني المنتخب السلوفاكي الذي ابهرني ادهشني واقنعني ايضا سواء بدنيا او تاكتيكيا اصبحنا نرى المدربين عملية استفزاز الخصم سواء بالضغط او بالكتلة المتأخرة واللعب على اوراقه لما تستدرج انت المنتخبات الكبيرة لانه لهم الامكانية للهجوم صحيح الكرة الحديثة لا يمكنك ان تتوقع نتيجة المباراة النهائية حتى في مباراة امس المنتخب كنت انتظر المنتخب انكليزي فوز بكل سهولة رحضنا ان وجد صعوبات له لاعبين ارماضة من اللاعبين ومع هذا وجد صعوبات كبيرة في الفوز بنتيجة 2 او 3 اهدف نعم فلهذا لاحظنا في كم من مره المدربين عملية الاستدرج والاستفزاز الخصوم لانه سواء كمدرب مبتدئ او حتى كلاعب سابق اسمك انزاقي او توتي او حتى فون باستن لما لا تسجل رح يكون عندك نوع من فقدان للثيقة ونوع من الاحباط تعال لي كنتكلم على الاحباط لما تحبط وتقبل هدف الضغط زائد عمر مفرومنا سلاح المنتخبات هدو ما كي مصروفاكيا والرومانيا هي روح المجموعة صحيح ما عندهم مش الاسم كبار ما عندهم مش لعبين اللي يبضعوا في الميدان ولكن عندهم مجموعة اللي هي تدفعات الفريق من الامام وكم من منتخب اصبح بطلا في تظاهرات مماثلة تعالوا نتكلم على المنتخب اليوناني في 2004 نعم بدأ بالفوز على بورتغال في اول مباراة كسب تيقة كبيرة كسب تيقة كبيرة وفاز بعدها تعادل بعدها مع المنتخب الاسباني وخسر امام الروس سنة 2004 وأقصي الروس والاسبان فيلتيك اتاقلت تقالبا تأهلت اربع نقاط منتخب اليوناني وصلوا لغاية نهائي وفاز بالبوتار بشعار شامبيون نس في المنافسة البطليونت في المنافسة ربما لا يمكننا الجزم ولكن ربما منتخبات كسلوفاكيا ورومانيا ستكون منتخبات بإمكانها تفاجئ في هذه الدورة نعم حمزة من فضلك أعطينا صورة رجل المباراة التي توجه بها لعب سابق لنادي سلطافيغو واللعب الحالي لنادي نابولي لوبوتكا ستانيسلاف حتى أسموه إبان من أوروبا الشرقية ستانيسلاف لوبوتكا فضيل أفضل لعب في المباراة كيفاش شفت أداء ديالو هل هي استمرارية لأداءه الرائعي الموسم الماضي مع نابولي حتى لما كان مع نادي سلطافيغو كان واحد من أفضل لايبي الوسط في الليقة الإسبانية إنه بايته ميدياتيزي بينكم من فوريا أنه يلعب في سلطافيغو لكن عندما خرج نابولي شفنا لوبوتكا بأنه تقريبا وكأنه حاسوب فوق أرضية الميدان نحن نشير دائما في منتخبات صغيرة هذه أو المنتخبات اللي نقوله دائما صغيرة لكن منتخب سلوفاكي كما قلت لك منذ قليل ليس منتخبا صغير مثل ما قيل لكن لما نشوفه هذا اللوبوتكا توجب اللقب مش فقط بالأداء التاعه فقط لكن لما نشوفه اللعب الجماعي اللعب الجماعي لمنتخب سلوفاكيا وتطبيق تعليمات المدرب بحذافيرها يعني لوبوتكا هذا هو مثال لللاعب المنظبط في الميدان لوبوتكا هو لاعب نقدره كي لاعبين نقدره قريبا كما يعرفوهش لكن هو في فارق نابولي من البياس البياس متخص يعني في نادي نابولي فارق نابولي نادي نابولي هو نادي من الأندية الكبيرة في إيطاليا ويلعب بالأدوار الأولى وبالتالي لا قبل رجل مبارن للوبوتكا ولا هو مستحق نحن مدابين نشوفه لعبين لمشي معروفين يبانوا يظهروا في مثل هذه المنافسات المغلقة وتكون عندهم فرصة للظهور والتألق أكثر والاستمرارية مع الأندية كبيرة لما لا دوكا كيمالو بوتكا من نابولي لما لا بلك يلحق إلى نادي أكثر شكرا لك فوضي الحمزة من فضلك قبل نهاية هذا العدد الرابع قبل الانتقال إلى الجزء الثاني من هذا العدد الرابع من حصة يورو 2024 نعطينا ترتيب المجموعة الخامسة ترتيب المجموعة الخامسة هو على الشكل التالي رومانيا في المركز الأول زائد تلت أهدف متبوع بمنتخب سلوفاكيا في المركز الثاني بتلت نقاط زائد أهدف بلجيكا نقص واحد وأوكرانيا نقص تلت نقاط منتخب بلجيكا يا أمين يا عودية سيلاقي المنتخب الروماني يوم 22 يعني بعد أيام قليلة فقط بعد خمس أيام من الآن سيلاقي المنتخب الروماني الفائز بثلاثة سفر في أول مباراة على أن نعود المباراة الثانية مع قاسي ساعتما ننتقل إلى مباراة فرنسا من منتخب النمسا كرة القدم عبارة عن فعل ردة فعل لو سوف لن نرى ردة فعل المنتخب البلجيكي ضد المنتخب الروماني الذي سوف يؤكد كل ما قلناه في هذا الأستوديو أنا ممكن أن نقول لك الأخ ميدو أنه حيتلقى صعوبات في هذه المباراة ضد المنتخب الروماني منتشي بفوز ثلاثة سفر يبقى لنا رؤية المدربين وكيفية تعاملهما مع المباراة المنتخب البلجيكي صعب عليها فدور أول صعب عليه صعب جدا أنك تفوز على رومانيا هذا يبقى قلت لك كرة القدم فعل ردة فعل لو لم يفوز في هذه المباراة سوف يغادر فهذا هو المطالب بردة فعل وهذه الردة فعل يجب أن تكون شارسة يبقى لنا رؤية هل المدرب سوف يقوم بتغييرات أم لا لأنه فيه لاعبين لم يقنعوا في مباراة اليوم سواء فرديا أو جماعيا كان قوسيا فقط للناخب البلجيكي اللي هو تيديسكو هي الخاصة للولا دي على رأس المتخب بلجيكي نفس الأمر كان يحدث فوزيلا أيضا مع المدرب السابق في كأس المارتي ناس الأول في ترتيب الفيفا وكل شيء بعدها يمشي المنافسة كبرى يغادر يمشي المنافسة كبرى يغادر لو يغادر بلجيكا أمين ستكون ضربة قاسمة بالنسبة للمنتخب البلجيكي بعد النكاسات الأخيرة ستسمح عادة وليس من المستبعد مغادرة دورة بلجيكا لا ليس من المستبعد لما نرى ما قدمه المنتخب البلجيكي في مباراة اليوم فرديا وجماعيا من غير نقدر نقولك دي بروين دي بروين في مباراة اليوم شاهدناه كأنه ليس دي بروين معزول ولما ما تعطيهش جودة لما تكون الجودة وكأنك أنت تلعب مع لاعبين لا يقرأواش اللعب بنفس الطريقة التي تقرأوها لا يعطيك كرة في الوقت المناسب فلهذا المنتخب البلجيكي في مباراة اليوم المنتخب السلوفاكي كان أحسن منه على جميع الأصعاد سواء فرديا أو جماعيا قاسي سعيد ثاني شكرا لك أمين عودية ثاني مباراة المجموعة ستجمع المنتخب الأوكراني الساقط بتولاتية أما منتخب سلوفاكيا الفائز اليوم يعني تقريبا مباراة بنكيهات أوروبا الشرقية بين أوكرانيا وسلوفاكيا كيفاشك تشوف هذه المباراة خاصة من المنتخب الأوكراني مثل ما يقال بالفرنسية ضومي أنه هو نهازم 3 أهداف مقابل 0 يعني حتى حساباته للدخول مع أصحاب أفضل مركز 3 أربع أفضل مركز 3 صعبة جدا بهذا الفرق الأهداف هو تقريبا نفس التحليل اللي حنقول لك لما قالوا آمين أوكرانيا مجبر عليها بنتيجة إيجابية أمام سلوفاكيا سلوفاكيا عندها تلك نقاط تحتاج نقطة نقطة راح تأهل سير ولكن أوكرانيا عليها أن تفوز وباش تفوز يجب تغيير تقريبا نهج التختيكي دياله خاصة بعد اللعابين اللي كانوا مكنونش المستوى خاصة وأنه المنتخب السلوفاكي سيلعب الثالث منتخب الأوكراني عفوا سيلعب ثالث المباراة مع بلجيكا حتى لو يتعادل قاسي سعيد أمام منتخب راح تكون يعني تقريبا حرب على المركز واحد من مركز واحد من أربع مركز أفضل ثالث في المجموعات الستة ستكون مباراة صعبة من هنا إلى غير تلك المباراة سننتظر فقط أربعة أيام من اللي تعود المجموعة الرابعة المجموعة الخامسة عفوا يوم 22 جوان بحول الله 22 جوان الحالي بحول الله ستكون مباراة بلجيكا في مواجهة منتخب رومانيا ومنتخب سلوفاكيا في موجهة منتخب أوكرانيا ترجمة نانسي قنقر